بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج المفصلة والتي تحدثت فيها كثيراً فيما يرتبط بموضوع البراءة وتفاصيلها سأجعل حديثي في هذه الحلقة وهي الجزء الأول من الصحيفة السادسة التي عنوانها البراءة العقيدة الفاعلة الحية سأجعل كلامي في ومضات خاطفة سريعة تدور في أجواء عقيدة البراءة الومضة الأولى عنوتها بهذا العنوان أركان عقيدة البراءة الحق أركانها هي في الحقيقة مراتب هذه البراءة البراءة الفكرية البراءة العاطفية البراءة العملية البراءة القولية إذا أردنا أن نتفحص بدقة وتحقيق ما جاء في الكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم وما جاء في أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم إذا أردنا أن ندقق فيما يرتبط بعقيدة البراءة فإن المقصود منها بالدرجة الأولى البراءة الفكرية وهذا ما لا وجود له في واقعنا الشيعي الذين يطلقون على أنفسهم في زماننا هذا أو حتى في أزمنة سابقة من أنهم برائيون هم برائيون بحدود البراءة العاطفية والقولية البراءة التي يريدها محمد وآل محمد منا هي البراءة الفكرية ويأتي بعدها بعد البراءة الفكرية البراءة العاطفية البراءة العملية البراءة القولية هذه هي أركان عقيدة البراءة الحق براءة فكرية براءة عاطفية براءة عملية فعلية وبراءة قولية إذا أردت أن أضع نسبة مئوية لأهمية هذه العناوين في عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة البراءة البراءة 99% هي حصة البراءة الفكرية من عقيدة البراءة أما البراءة العاطفية والتي تتفرع عنها البراءة العاطفية التي وفقا للمنطق العلوي لا معنى لها من دون البراءة الفكرية هي براءة سطحية تافهة البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية و يتفرع عليها المراتب الأخرى من مراتب البراءة البراءة الفكرية حصتها أكثر من 99% من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة أما البراءة العاطفية والبراءة الفعلية العملية والبراءة القولية هذه المراتب الثلاثة تشكل من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة أقل من واحد بالمئة فالركن الركين والركن الوثيق في عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة البراءة الفكرية البراءة الثقافية هي هذه البراءة التي تتحدث آيات الكتاب الكريم عنها وتتحدث كلمات المعصومين في كل أطوارها في الأدعية في الزيارات في الخطب في أجوبة المسائل والأسئلة التي توجه إليهم في أحاديثهم المطولة في أحاديثهم القصيرة الموجزة خلاصة الكلام في الومضة الأولى أركان عقيدة البراءة الحق براءة فكرية براءة عاطفية براءة فعلية عملية وبراءة قولية البراءة القولية اللعن يكون لها شعارا وإلا فإن البراءة القولية هي أوسع بكثير من اللعن اللعن هو شعار للبراءة القولية البراءة القولية بالدرجة الأولى لابد أن تكون بيانا فكريا وتصريحا عقائديا وإرشادا دينيا قد يكون ذلك في الإعلام في التبليغ في التعليم في أي مجال من المجالات التي تنطلق فيها الألسنة بكلامها وحديثها وأقوالها لا أريد أن أذهب كثيرا في التفاصيل كي أكمل حديثي في بقية هذه الوامضات إذن أركان عقيدة البراءة الحق براءة فكرية تشكل نسبة مئوية تتجاوز التسعة والتسعين بالمئة من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة أما البراءة العاطفية والبراءة الفعلية العملية والبراءة القولية هذه المراتب تشكل نسبة مئوية هي أقل من واحد بالمئة بالقياس إلى البراءة الفكرية هذه الومضة الخاطفة الأولى